ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه الكثير من إما في بعض الأحيان تكون طبيعية عبدالناصر كان كريزمة طبيعية لا يستطيع أن يقول أحد الله هوري بومدين كان مثلا كريزمة طبيعية وثم كريزمة مصطنعة بكثرة التلفزيونات والعديث والنشيد والتضخيم وأنت وأنت وشعراء والأخير فيصنع كريزمة مصطنعة فيبدأ نظام في التعفن لأنه أولا غير ديمقراطي نحن أمام النموذج من ديكتاتورية فهذا النظام غير متعفن تبدأ أنه خب تتصارع بما أنه هذا الأسد القوي كما قلت هرم وكبر في العمر فيبدأ الخلافة هنا تحدث هذه الثغرة وهذه الأزمة فلابد من مرحلة انتقالية الخوف في الدولة الأفريقية هذه أنا ديما لما نشوفها وبعد تجارب أخرى تقول أهون الشرور هو الجيش على اعتبار أنه مؤسسة هي آخر دفاع ولا تسقط في الحرب الأهلية تسقط في المذابح ناس تقاتل في الشوارع وعننا رواندا وتواف وذبح بعضهم إلى آخرهم مجاز فالجيش على الأقل آخر ملجأ لدفاع هذا الاستقراء لكن الخوف كما قلت هنا جي كارثة لأنه نحن نحكو عن محسر عسكرية في بعض الأحيان ثم نخبة فقط مؤسر عسكرية الكارثة لو انقسم الجيش لو انقسم الجيش ويوجد هذا توجد بوادر انقسام الجيش بين الجيل القديم والجيل الجديد لان من دمرها انقسم الجيش لم يكن يوجد جيش في ليبيا لم يكن جيش مهما يكون 12 كتيبة وانقسم 5 مع الثورة و7 مع القذافي تونس جيشها أيضا تونس في الأزمات الوقع في 2015 و13 ثم التفكير أن الجيش ربما يخكن آخر ملج إذن نفس الشيء ربما هذه فرصة ذهبية فعلا استغلت المؤسر العسكرية بكل ذكاء في هذا المؤسر شكرا للمشيات شكرا للمشيات